سجلت وزارة الصحة 329 حالة اقتناق في عدد من المحافظات إثر موجة الغبار التي ضربت العراق مؤخرا فيما أكدت أن جميع الحالات تلقت العلاج اللازم وتم خروجهم من المستشفيات وهم بحالة سقية جيدة ولفتت إلى عدم تفجيل أي حالة وفاة جراء ذلك وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر أن الفئات الأكثر عرضة للاقتناق هم كبار السن والأطفال وكذلك الذين يعانون أمراضا مزمنة كعجز القلب والرب